من يوقف حقدا أسود أوقف نقط أذال يسمع أعدم ذكرى شيخ يركع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا المواطن عماد تأسير أبو جرال وناشد سيادة الرئيس أبو مازل حفظه الله وناشد الأخ أبو جهال حفظه الله وناشد الأخ أبو حسام حفظه الله أنا مواطن من قطاع غزة أحمد تسريح تاجا من الثمانية وتسعين ولم أوجه أي مشكلة في حياتي وليس لي أي مشاكل أمنية أو أي حاجة وأنا لي حركة معبر ولي كل حاجة في آخر تسريح كان لي موجود معايا حتى 31-12-2021 وناشد سيادة الرئيس أبو مازل أبانا وسندنا وناشد أخانا أبو جهال الوزير سيادة الوزير أبو جهال حفظه الله وسيادة الوكيل أبو حسام حفظه الله بأن يقوموا بحل مشكلتنا مشكلة طلبة المعبر أنا أحمل تسريح ممغنط وأحمل تسريح ممغنط وأحمل تسريح حتى 31-12-2021 وليس لي أي مشاكل أمنية وليا وأنا لي حركة معبر حركة معبر وليا أو حاصل على تسريح خاص للبضائع وعندي فواتير وعندي كل ما يلزم للتسريح وأدفع ضريبة وأدفع كل إشي أنا من قيمة اسبوعين دفعت 6000 شكل ضريبة وأنا أعيل لعشر أفراد في بيتي ومثلي هكذا وجميع الطجار هكذا كلنا كنا طجار وحسب على هو الوضع الواحد صار اللي صار وربنا يفرج على الجميع يا رب ومناشد سياط الرئيس كما مر ومناشد أخينا أبو جهال ومناشد أخينا أبو حسام بأن يقوم بحل مشكلتنا هذه مشكلة هذه أمرنا إحنا لا أخذنا رفض ولا أمرنا أجعنا منع من أجعنا رفض المعبر نرجو من الإخوة في الشؤون المدنية وعلى رأسهم الأخ أبو جهال والأخ أبو حسام بأن يقوموا بحل مشكلتنا هذه هم هم لأن هم المسؤولون عننا وعن كل ملفاتنا ولكم جزيل الشكر والتجار والتجار كريحة هشة وعنينا كثيرا من أجل الحصار والحروب في قطاع غزة ومش لازم للضغر من رفض المعبر بعد تكاليف بعد تكاليف الرسوم السجلات التجارية والغرف التجارية والرسوم الضرائب من خصوص رفض المعبر مجهول الأسباب المصدر والأسباب فالتحمل من وزارة الشؤون المدنية المسؤولية عن رفض المعبر كونها الجهة الرسمية لأنها مقولة في التواصل مع المرف الآخر أنا معي ممغنط سار المفعول من تاريخ تاريخ 2012 ألفين واحد وعشرين تسليحي الدخول ساري لغاية ألف واحد تلاتين واحد ألفين واحد وعندي دفتر ضريبي عندي دفتر ضريبي الذي هو أنا كل دخول بضاعي وتدخيل بضاعي وتدخيل بضاعي على الجانب الإسرائيلي ولقيتها غزة دفع ضريبة لكانت لضريبة المقاصة ولا ضريبة حكومة غزة ما وهذا هو بس مشاكل إلا عند الطرف الآخر فهي وكل الاحترام لكم من يوقف حكداً أسود 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 أوقف نبط أذان يسمع أعدم ذكر شيء يركع